كمان ليباندفسكي خد لقب أفضل مهاجم لأن حصلته مع البارن الموسم الماضي وصلت ل 52 هدف في كل المسابقات لعيب استثنائي الحقيقة ليباندفسكي ليباندفسكي استثنائي لكن برضو قدراته مش عارفة يعني أنا فكرة أنه هو راح بارسلونا برضو ما كانتش بالنسبة لي الأفضل ما أعتقدش ده كان المكان الأفضل ليه حاليا طبعا بارسلونا نادي كبير جدا لكن الصفقة بتاعته أنها تتم في التوقيت اللي بارسلونا فيها مشاكل كتير جدا وأزمات عديدة ولسه ما رجعش مرة تانية لوضعه الطبيعي أو مكانته أعتقد برضو خطوة فيها ريسك إلى حد ما بالنسبة ليباندفسكي زي ما أنت قلت اسم كبير وبيلمع كان في المواسم اللي فاتت بشكل كبير جدا فأنك تروح بقى نادي دلوقتي عنده أزمات ربما النادي ده يؤثر عليك بشكل كبير يبتصون ليباندفسكي دلوقتي حتى مع بارسلونا ما شفت يعني إيه اللي تقدم أوي أوكي يعني هو التاني دلوقتي في الدورة الفرنسي بارسلونا بس برضو ستيل يعني سوري الأسباني بس ستيل تفاهم قصدي مش حاسة يعني على كل حال أنت عارفة رأيي في الأشاطير الكروية اللي بتسيب أماكنها الأصلية وتروحها باكت تانية بيحصل دايما معهم كعبلة بس يعني فيه أوقات بيبقى لازم يا كريم أن أنت تروح لنادي تاني والنادي أفضل ما يتبقى استفاقات كده أنت ممكن بتبدأ مع نادي مش الأفضل ليك بعد كيف تتقلق وده اللي حصل يمكن مع محمد صلاح حصل مع نجوم كتيرة يعني